اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فمرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السيرة النبوية وقضايا الأمة نتناول في هذا البرنامج عددا من القضايا الأخلاقية والقيامية والعقائدية والسقهية والمقاصدية يتناقشها ثلة من فقهاء العصر وموضوعنا في هذه الحلقة هو عن الابتلاء وهو موضوع كثير وطويل لكن سنلخصه في أمور وفي مواقف لنستلهم منه الدروس والمواعظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتلي ابتلاءات متنوعة وشديدة في سيرته عليه الصلاة والسلام بأبيهم ابتلي في المنهج ومحاولات التآمر على منهجه وابتلي ابتلاءا ترغيبيا بالمال وبالملك وبالدنيا وابتلي ابتلاءات ترهيبية ردعية متعلقة بعرضه ومتعلقة بأسرته ومتعلقة بأصحابه وأتباعه ومتعلقة به شخصيا عليه الصلاة والسلام وصل التآمر إلى المنهج في قول سبحانه وتعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك وصل التآمر والكيد إلى هذا الحد إلى أن يستهدفوا المنهج ويستهدف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك معنى ذلك ما نأخذه من هذا أنه يمكن أن تستهدف القيادات يستهدف الدعاة يستهدف العلماء يستهدف السياسيون بالتآمر والكيد بالترغيب والترهيب بمحاولات كذلك في تحريف المناهج وتغييرها في المناهج العقائدية في المناهج الأخلاقية في المناهج الفقهية في الثوابت في المرجعيات وهذه الآية تدل على ذلك ولولا تثبيت الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا وفي آية أخرى يبين الله سبحانه وتعالى كذلك تآمر أهل الكتاب فيبين أنهم لو لا فضوا الله عليك ورحمته لا تآمر عليك ولا كادوك وذلك في سورة النساء ويبين سبحانه وتعالى الإبتلاء الذي وقع فيه النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من المواطن وصل الإبتلاء الترغيبي إلى أن عرضوا عليه الملك كما جاء في السير الإبتلاء كذلك أن عرضوا عليه أن يزوجوا أحسن زيجة كذلك وصل الإبتلاء إلى عروض كثيرة ترغيبية ومن العروض الترغيبية كذلك ما وصل إلى عرضه عليه الصلاة والسلام وأسرتي وهي أشد ما ابتلي به عليه الصلاة والسلام حيث طلقت بناته من أقرب الأقربين من المقربين عتبة وعتيبة لذانهما من أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام ابن أبي لهب وزاد عتيبة أن اعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم وتطاول عليه ومد يده عليها حتى قطع ثوبه فدى عليه النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صلط عليه كلبا من كلابك فكان ما كان ابتلي النبي عليه الصلاة والسلام حتى هو يصلي في جانب الكعبة وكما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي فلما سجد قال بعض من كان جالسا اذهبوا إلى سلى جزور فلان فأتوا بي فضعوه على ظهر محمد عليه الصلاة والسلام وهو ساجد فدع عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا الابتلاءات بالاستقراء وبالتتبع للحكمة من الابتلاء تبين أن الابتلاء مراتب وهو ما نستلهمه من هذه الابتلاءات التي ابتلي بها النبي عليه الصلاة والسلام أولا الابتلاء هو من طبيعة هذه الحياة قال الله عز وجل خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن العمل فلا غرابة أن يصاب الإنسان ولذلك يقول سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبت وفي هذه تدل على الضرفية والإحاطة كما قال المفسرون فيدل على أنه يعيش في مكابدة وفي ابتلاءات مستمرة وهذه طبيعة الحياة ولذلك قد يكون الابتلاء كما في بيّن سبحانه وتعالى بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبدأ بالخوف لأن الخوف من أشد أنواع الابتلاء خوف النفسي أو لذلك إذا أحبط الإنسان نفسيا إذا هلك نفسيا إذا مرض نفسيا إذا تلف نفسيا انعكس ذلك على حياته كلها الابتلاء الثالث الابتلاء الثالث هو التدافع ابتلاء التدافع وهذا هو الذي جرت عليه سنة الله في رسله وفي رساية محمد صلى الله عليه وسلم وفي أتباعه إلى يوم الدين ابتلاء الرابع وهو الابتلاء الذي به ترفع الدرجات وتكفر السيئات ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب إلا كفر الله عنه من خطاياه حتى الشوكة يشاكها جاء في صاحب مسلم كذلك أن المسلم إذا شيك بشوكة رفع الله درجته وكفر عنه سيئته وذلك ذهب العلماء إلى أن هذه المصائب ترفع الدرجات وتكفر الخطايا لذلك الشيء الأخير من درجات الابتلاء هو درجات النذار أن يرسل الله سبحانه وتعالى الآيات نذارة وأن يرسلها تنبيها قال الله سبحانه وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والبطادع آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما ثم كذلك الابتلاء الأخير هو الابتلاء الاستئصالي وهو استئصال الكافرين واستئصال المكذبين كما استئصر الله سبحانه وتعالى المكذبين الذين كذبوا رسله وعاندوه وكفروا به على مر الأزمان وآياته في ذلك مستمرة إلى يوم الدين الآن نستمع إلى تعليقات فضيغة العلماء المشايخ تفضل لفضيلة الشيخ أيها الله بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة الابتلاء هو مقصود به الامتحان بالخير وبالشر وما تفضل به فضيلة أخي دكتور فضل هو أكثر شيء هو بالتأكيد بالجانب الشر والمصائب والمشاكل وأيضا الجناح الثاني للابتلاء كفقه الميزان هو ونبلوكم بالشر والخير فتنة هذا الأمر الأول وهي سنة الله سبحانه وتعالى في عباده أعوذ بالله من الشيطان ورجم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا ولقد فتن الذين ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين هو طبعا رب العالم يعلم ولذلك قال فلا يعلمنا جواب للقسم وليس لي له الله يعلم ولكن حتى ينكشف هذا العلم للآخرين فيكون الشخص مستحقا للجزاء إذا فشل في هذا الامتحان أو إذا كان نجح هذا الجانب الأول مهم جدا كفة الميزان وهو ابتلا بالخير وبالشر وكذلك أهمية أن ينجح المسلم في هذه الابتلاءات سأن كانت هذه الابتلاءات بالسراء أو بالضراء الجانب الثاني في فقه الميزان في قضية الابتلاء هو مسألة مهمة جدا وهو أن الامتحانات بين جميع البشر للتقدم والتطور وللإحسان مرتين في سورة الكهف وكذلك في سورة الملك ليبلوكم أيكم أحسن عمل وبخاصة في سورة الملك تحدثت الآية عن ثلاثة أشياء تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء الملك كل الكون وبعدين الذي نعم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ثم تحدث عن قضية الحياة والموت ثم أخيرا قال ليبلوكم أيكم أحسن عمل الذي يفهم من هذه الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى وجه الخطاب إلى هذه الأمة يا أمة الإسلام أنتم امتحانكم مع بقية الأمم ليست بالعمل العادي قل كل يعمل على شاكلته وليس بالعمل الحسن العادي لأن العمل الحسن لا يحقق التقدم والتطور والأسبقية والهيمنة إنما بالأحسنية أحسن في كل شيء وأحسن عملا هنا نكرة والنكرة مطلقة أحسن عمل في كل شيء وعمل حتى في اللغة العربية تشمل الأقوال ولذلك عندنا أفعال قلوب فعل القلبي وفعل العقلي وفعل النفسي وفعل البدني وفعل الجوارح في كل هذه الأمور بعدين هذا العمل سألن كان في الصناعة في التجارة بالإضافة إلى العبادة ليس في التسبيح والتقديس فقط لأننا ما خلقنا للتسبيح والتقديس فقط وإنما خلقنا الله سبحانه وتعالى للتقديس والتسبيح وكذلك لتعميل الأرض وبتالي هذا الامتحان اليوم نحن حقيقة نحن المسلمين كأمة نوعا ما لم ننجح فيها اليوم بقية الأمم نجحت في امتحانات التي تتعلق بالصناعة تتعلق بالعلوم تتعلق بالتقنيات تتعلق بالتكنولوجيا رغم أن أمتنا أمة اقرأ ولكننا نحن لا نقرأ لا نقرأ الكتب ولا نقرأ الكون ولا نستخرجها فلذلك علينا حقيقة ونحن نستحضر سنة الابتلاة أن لا نحصر الابتلاة في دائرة المصائب والبلايا وإنما نعممها في دائرة الامتحان للبشرية هل نحن فعلا ننجح أم لا ننجح هذا هو السؤال الذي يجب أن نعمل لتحقيق هذا الجواب والشكل المطلوب بإذن الله تعالى بسأل الله إليك على هذه الإجادات والإضافات فضيلة الشيخ شكرا فضيلة الشيخ فضل أنا تفاعلا مع الشيخ فضل في الأنواع ربما أيضا أذكر أنواع أخرى من جهة أخرى إثراءا ودعما لما ذكره فضيلة الشيخ في علاقة بين السيرة وقضايا الأمة في موضوع الابتلاء الأمة اليوم تتعرض إلى أنواع من الابتلاء كثيرة هناك الابتلاء الاقتصادي المعيشي الذي يتمثل في ما آلت إليه الأمة من ترديات كثيرة وانهيارات شتى على المستوى الاقتصاد العنوين لذلك كثيرة عنوان البطالة التضخم غلاء الأسعار كلة الإنتاج الفقر الذي تجاوز الحدود وطبعا وأيضا الفساد المالي وتبدد ثروات وغياب الرؤية الاستراتيجية للتطوير الاقتصادي والمؤسسي هذا ابتلاء اقتصادي ابتليت به الأمة الآن في جميع أقطارها وهيئاتها النوع الثاني من الابتلاء هو ابتلاء أخلاقي قيامي وبخاصة على صعيد الأسرة والأسرة النبوية الأولى التأسيسية وأسرة الجيل الإسلامي الأول التي أقيمت على الوحي والسيرة والقيم النبوية من جهة الزوجية من جهة الولدية النسب العرض إنشاء الأسرة نفسها باعتبارها نواة للمجتمع ونواة للأمة الإنسانية والإسلامية فهذا التحدي وهذا الابتلاء الأسري الآن يتمثل في تهديد خطير للأسرة المسلمة بمشروعات النوع الاجتماعي الجندر ومشروعات إفراغ الأسرة من محتواها التربوي والرسالي والتعميري وحتى غير الجندر وغير قضية النسوية وقضية النوع الاجتماعي هناك أشكال أخرى من داخل الأمة الإسلامية وهي إفراغ هذه الأسرة بقصد أو بغير قصد من محتوىها التربوي الصورة الأسرة الشكلية الأسرة التي ليس بين أفرادها الاجتماع الأسري وفق مبادئ المودة والرحمة والتنشئة الإسلامية الأخلاقية وكذلك وفق استمرار السند والعناية بالكبار وتعاهد الصغار بالتربية والتوجيه وما يتعلق بمسؤولية كل فرد من أفراد الأسرة إذا هذه الأسرة هناك ابتلاء ثالث هو يتمثل في الابتلاء السياسي المتعلق بالنظام السياسي وبعلاقة الدولة بالشعب وبالهيئات وآلت أوضاعه كثيرا من بلاد العربية والإسلامية آلت إلى ما آلت إليه من حيث غيابه التداول في الرأي وفي الموقع وتدبير الشأن العام والشراكة المجتمعية الشراكة من جميع الأطراف ومن جميع المكونات أضف إلى ما يتعلق بموضوع الجانب المؤسسي وما يتعلق ببناء الدولة الحديثة أو الإجابة عن قضايا الدولة الحديثة هذه الابتلاءات الثلاثة الابتلاء الاقتصادي والابتلاء الأسري الأخلاقي بوجه عام والابتلاء السياسي الدستوري وأيضا قضية الابتلاء الدستوري هذه الابتلاءات كلها لابد أن نحيلها إلى السنة النبوية الشريفة وهذه السنة أجابت أجوبة بمقدمات وقواعد لكل هذه الأنواع الابتلائية وتفاصيل في ذلك لا يسمح بها الوقت نظرا للتقايد بالأربع دقاق من زالوا فيها عشرين ثانية والله وليه التوفيق أحسن الله إليك على هذه الإضافة القيمة المتنوعة إلى شيخنا الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم لقد ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ابتلاء أن أشد من مبتلي به الأنبياء من قبله وهو سالك لطريقهم ولذلك خفف عنه بما أصاب الأنبياء من قبله فأنزل عليه الخبر بما لاقوا وما عانوا ما يقال لك إلا ما قاد قيل للرسل من قبلك أنزلت عليه سورة هودو فيها ذكر ما لاقاه الأنبياء من قبله وفيها قول الله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى المؤمنين وتثبيته تثبيت لأتباعه وأمته فإنهم أوذوا بأنواع الأذى منهم ما يتعلق بالعرض فقد اتهموه بأنه ساحر وبأنه كذاب وبأنه شاعر وكانوا ينفرون الناس عنه بذلك ثم بعد ذلك الاتهام الأذية البدنية والأذية القولية وقطيعة الرحم والحصار في الشعب ثلاث سنوات لا يباع إليهم ولا يسترامهم ولا يتعامل معهم بأي تعامل وكذلك ما يتعلق بأبية عمه أبي لهب له وزوجة عمه وهي ابنة عمه أيضا جميلة بنت حرب ابني ومية ابن عبد الشمس فقد اشتد أداهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهما أنزل الله تعالى تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد واشتهرق حمسة من كبار وعتات المشركين بمكة بالمستهزئين كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى كفاه الله إياهم وأنزل فيهم إنا كفيناك المستهزئين وأذي بالطائف لما خرج إلى دعوة ثقيف وسلطوا عليه سفهاءهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدميه بأبيه وامي صلى الله عليه وسلم وأذي كذلك من طرف اليهود الذين تألبوا عليه مع المشركين وقد أنزل الله في ذلك في العهد المكي في سورة الأنعام وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون إن الشياطين أي اليهود ليوحون إلى أوليائهم أي المشركين فقالوا يزعم محمد أن ما ذبحه هو بيده حلال وأن ما ذبحه الله بشمشار من ذهب حرام يقصدنا الميتات فتمالأ عليه الجميع ومع ذلك صنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأذى وقد صح عنه أنه قال أشد الناس بلاءني الأنبياء ثم الأمزل فالأمزل وإنما يبتل الرجل على قدر مينه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخت كان رسول الله عليه وسلم في كل هذه المواقف راضيا عن ربه معتمدا عليه مستندا إليه كان رجاؤه لربه وتوكله عليه وقد ورد أنه لما أخرجه أهل الطائف قال في دعاء مروي وإسناده ليس على شرط أهل الصحة عند أهل الحديث ولكن أهل الصيرة يعتمدونه اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي أو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم لا قوي ملكته وأمري إن لم يكن بك علي سخط فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له ظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي سخطك ويحل علي غضبك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك بالإضافة إلى ما لقيا أصحابه من الأذية مما أدى إلى الهجرة إلى الحبشة وما أدى إلى موت بعضه من السشهاده أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا سبيلهم من يجبعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة سنة الابتلاء سنة ماضية في حياة الناس في الأفراد في الدول في الشعوب في المجتمعات في الحضارات نلاحظ في كيفية تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذه السنة في كيفية المنهج الرباني الذي أمد الله به الرسول صلى الله عليه وسلم فمثلا بني إسرائيل مورس عليها النظام الاستبدادي الفرعوني الدكتاتوري وأم مستضعفة فأم موسى مآلاتها إلى أين مثلا نوح عليه السلام أني دعوتوا قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كل ما دعوتهم لتخفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستخشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا المآلات المآلات الابتلاء التي تعرض الله سيدنا نوح عليه السلام ففتحنا بواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونة فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر في نهاية الأمر قيل يا نوح اهبط بسلام مننا وبركات عليك وعلى أمم من من معك تخايل الرسول صلى الله عليه وسلم في أوساط الصحابة رضو الله عليهم وفي ذار الأرقم بن أبي الأرقم وهو يحدث فيهم عن نوح عليه السلام والبلال اللي تعرض له والألف سنة إلا خمسين عام ولكن النهاية يكون ميلاد الحضارة الإنسانية الثانية على يدي نوح عليه السلام تخايل هذه الصورة العجيبة الغريبة يوسف عليه السلام كيف مرت بالابتلاءات مع إخوانا في بيت العزيز مع امرأة العزيز مع النصرة مع دخول السجن وكيف الماءالات إلى اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكيف انتهى السياق القرآني في تثبيت أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفي كيفية التعامل مع سنة الابتلاء ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يبقى المنهج الرباني كان مساند للصحابة رضو الله عليهم لعمار ولياسر ولسمية ولأبو ذر ولعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وأرضهم فكان أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم هو التعليم الصحابة رضو الله عليهم بموكب الأنبياء والمرسلين السابق الذين تعرضوا للابتلاءات ومآلاتهم إلى أين وكذلك ربطهم بالأخوة الإيمانية القوية ما بين الصحابة فنجد سيدنا أبو بكر يسعى لفك الرقاب لبلال ولغيرة فكانت منهجية متكاملة في التعامل مع فقه سنة الابتلاء تغلب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنهج وحسن صلة بالله وبدفع أقدار الله بأقدار الله بعد أن استمعنا إلى السادة أصحاب الفضيلة العلماء وكيف تكلموا عن الابتلاء وعن مواجهة الابتلاء وتكلموا عن تنوعه وتنوعه في المجالات المتعددة السياسية والاقتصادية والحياتية المختلفة وتكلموا عن ما وجهه النبي عليه الصلاة والسلام وتكلموا كذلك عن مآلات هذا الابتلاء وأن المآلات حينما يصبر الإنسان على منهج الله سبحانه وتعالى هو التمكين في الأرض والأجر والرفعة الدرجات وفق الله الجميع لمن يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد وهذه مجالي سبلح البلادي فأنصد تفوز بهدهدى والرشادي تعالى لسيرات خير العبادي لهدي قويم لأكمل هادي ترجمة نانسي قنقر